بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب الأخ محمد الأغى وهو طالب جامعي في كلية إسلامية يسألني ويقول يعني يقول ولو أتعبتك وياي بأسئلتي بس والله ما عندي غيرك أحب أن أتعلم منك عندي مجموعة من الأسئلة السؤال الأول ما هي بداية الليل الشرعي وقد أجبنا على ذلك في محاضرة خاصة السؤال الثاني هل الخلافة الحقيقية للإمام علي أم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعليه السلام إمام علي وهل هذه الخلافة الدينية أم سياسية السؤال الثالث هل واجب تقليد الأئمة عليهم السلام وهل يوجد نص في القرآن على ذلك السؤال الرابع هل الأئمة عليهم السلام معصومون من الخطأ أم لا السؤال الخامس إنما يريد الله ليذهب عنكم مرسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا هل هذه الآية تخص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم تخص أهل البيت فقط وشكرا لك يعني يعني يكون الرأية يعني مثلا أهل الخلافة حقيقية الإمام علي أو ماذا يقول القرآن القرآن الكريم لا يتحدث عن النظام السياسي لا يتحدث عن الدستور لا يتحدث عن من يحكم بعد النبي والمسألة ليست شخص واحد بعد النبي إنما كنظام كنظام بعد النبي ما هو النظام السياسي الذي تركه رسول الله لم يترك نظام السياسي وهذا ليس نقطة في الإسلام وإنما لأن الأنظمة السياسية تتغير مع الظروف مع اختلاف الزمان والمكان واختلاف المجتمعات وبالتالي لا يمكن أن يعين النبي حاكم واحدا أو نظاما واحدا إلى يوم القيامة وشوفوا الآن حتى الأنظمة الديمقراطية تتغير وتختلف في تفاصيلها إنما المبدأ مذكور في القرآن وأمرهم شورى بينهم ف ما يحتاج واحد يسألني في حقيقة الأسئلة هذه وخاصة من رجل طالب على الأقل في كلية إسلامية السؤال الثالث هل واجب تقليد الأئمة هو يقول أيضا بالسؤال وهل يوجد نص في القرآن على ذلك طبعا لا يوجد أنت أقرأ القرآن لا تجد نصا على الأئمة فخلص لا يوجد نص عليهم في القرآن فلا يجب تقليدهم ومن هم الأئمة أساسا من هم الأئمة هل هم الأئمة الاثنى عشر أم أئمة الزيدية أم أئمة العباسيين أم مطلق الأئمة في الحياة كل من يستولي على السلطة يصبح إمام مثلا حتى يجب تقليده كيف سؤال بديه هذا يعني نفس السؤال فيه جواب يجيب على نفسه هل يوجد نص في القرآن لا يوجد خلص بعدين السؤال الرابع هل الأئمة عليهم السلام معصومون من الخطأ كيف هل يوجد كلام حول أصمتهم في القرآن شو بها اللي حصلت أندف في هذا الموضوع من هاي الآية من السؤال الخامس إنما يريد الله ليذب عنكم الرجسة أهل البيت ويطهركم تطهيرها فيسأل هل آية تخص زوجات النبي أم تخص أهل البيت أهل البيت منهم الإمام علي الحسن الحسين فقط أم سلالتهم وذريتهم إلى يوم القيامة لا يوجد هذا في القرآن لا يمكن أنه يعني الآية تشمل هؤلاء الذرية إلى يوم القيامة وبعد ذلك الإرادة الإرادة التشريعية جاءت تخاطب نساء النبي وتأمرهن بالمعروف وتنهاهن عن المنكرات أنه لا يفعلون لماذا الله يشدد عليهم العقاب ويضاعف لهم الثواب إن اتقينه لأنه الله تعالى يريد أن يذهب عنكم الرجسة أهل البيت طيب لماذا قال عنكم ولم يقل عنكم هو العيات اللي قبلها والبعدها كلها تخاطب نساء النبي يا نساء النبي لستنك أحد من النساء لماذا هنا صار عنكم لأنه إذهاب الرجس ليس محصورا فقط عن كنا حتى عن الرسول بما فيهم الرسول الأكرم فإذن صار الخطاب بحصيغة الجمع المذكر عفوا فهذه الآية يعني ما فيها إرادة تكوينية في إذهاب الرجس وأصمة أهل البيت أو أصمة نساء النبي حتى إنما إرادة تشريعية تطلب منهن أن يلتزمنا بهذه التعليمات ويتجرمنا هذه السيئات مثلا حتى يطهرنا واحد ليحكي عليهم وهي طهركم تطهيرا فصار الخطاب بالجمع هنا بجمع المذكر لأنها تشمل حتى ذهاب الرجس عن النبي أيضا و فما فيها حديث لا عن أمه ولا عن إمامه ولا عن أصمة ولا عن وجوب طاعة أحد بعد النبي صلاة الله والسلام عليهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة